من أول الموسم وإحنا كأهلوية نسمع كلام كتير جدا واتهمات باطلة مش عارف كانوا بيجبوها منين أصلا وكمان حاجات غريبة وشائعات أغرب علشان يشغلوا الناس ويشغلوا اللعيفة في البداية قالوا إن فيلر متجرب ضعيف ومش بيليق بمكانة الأهلي وللأسف شككوا بعض الناس كمان من الأهلوية ولكن فيلر والنادي الأهلي ردوا مبكرا وحصل على السوبر المحلي من أول مباراة من نادي الزمالك بأداء ولا أروع وبعدين تصدر الدوري من أول مسابقة وحيحسمها إن شاء الله في ماتش النهاردة بإذن الله قبل النهاية بسبع مباريات قال لك أصل الأهلي هجومه ضعيف ومعندوش حد بيخلص قدام الجون زي فلان وفلان طب تعال نرجع الأرقام حنبص نلاقي إن النادي الأهلي جاب 63 هدف يعني تقريبا مرة ونص من ضعف الوصيف اللي هو نادي الزمالك اللي جايب كم جول 37 هدف عارفين ده يعني إيه؟ يعني الفرق الكبير ده معناه إن تقريبا تقريبا لو بالأرقام مفيش منافسة ومفيش منافسة مش مع نادي الزمالك بس ولكن مع باية الأندية ما احترامنا لكل الأندية ليه بقى؟ لإن الأهلي سبهم يتكلموا كالعادة ورد عمليا قالوا برضو إن الأهلي يدفعوا ضعيف طب نرجع تاني للدفاع الضعيف عارفين الدفاع الضعيف اللي بيقولك النادي الأهلي يدفعوا ضعيف ده دخل فيه كم جول؟ دخل فيه 8 أهدف فقط الزمالك الوصيف دخل مرمى 20 هدف اتهمات بطلة وشائعات كثيرة وغير مقنعة يعني إحنا لو فكرنا فيها حنلاقيها دايما شائعات مغردة والأهلي سبهم وجل رد بقوة في الملعب وبالبطولات خلاصة الكلام الأهلي سبهم يتكلموا ويفتوا وكان رده قوي بالأرقام والبطولات ترجمة نانسي قنقر